ونحن حللا من ضوء عيدي رغم كل الظروف التي تمر بها العملية التعليمية في ظل الحرب إلا أنه من الممكن أن يبقى هناك بصيص ضوء يهتدي به الطلبة إلى مدارسهم ويجدون من يبعث في واقعهم الأمل هنا في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع دشن مكتب التربية والتعليم الأنشطة الثقافية والعلمية بين طلبة المدارس بغرض رفع مستوى التحصير العلمي وكسر حاجز الخوف من الحرب التي منعت الكثير منهم من العودة إلى مدارس المديرية وخاصة في الجهتين الشمالية والغربية الغرض من المسابقة هو تفعيل نشاط المعلمين أولا وإيجاد الحافظ والتنافس بين الطلاب وهذا تعطي دافع للطلاب والمعلمين هكذا يبدو الحماس الطلاب لدى هؤلاء الذين وجدوا ما يلامس حاجاتهم في ظل الظروف القاسية ورغم كل ما يحيط بهم من منغصات ليبقى حب التعليم والرغبة لديهم حاضرة ولم تفارقهم في بذل المزيد من الجهود لمواصلة الدراسة الهدف من هذه المسابقات لي رفع مستوى التعليم والتنافس الشريف بين الطلاب والمدارس أكثر من أربعين مدرسة تخوض غمار التنافس بمختلف المجالات لتفوز واحدة منهن بالمركز الأول بالمديرية كما أن هذه المنافسات السنوية تعزز من روح حب التعليم في الوقت الذي تساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتطويرها لمواصلة الطريق إلى المستقبل الذي ينتظرهم نطمح لتكريم المبدعين نطمح لتكريم الشعارة نطمح لتكريم المخترعين وغيرهم لكن بإذننا عز وجل لن يقف أمامنا أي عائق معلمي الغالي الله عليك الله الحملي حلالي في رؤيتك والله رغم الصعوبات التي تمر بها العملية التعليمية في البلاد إلا أن إدارة التربية هنا في هذه المديرية تسعى جاهدة لرفع مستويات الشباب من خلال هذه المسابقات التي توقيمها كل عام محمد مريسي قناة بالقيس الظالع